وإحنا أما جينا أقف لحد اللقطة دي عشان نتكلم في الحتة دي أما جينا اتكلمنا في مبارات تنزانيا في المبارات الودية لقبل ما نروح فيها البطولة وكلمنا على طريقة أربعة تلاتة تلاتة وأنا أخصت بالكلام إن أنا ليه أبدأ بفتوح مش بمحمد حمدي وقلنا نفس الكلام ده بيتم إن محمد هاني مع زيه زي ما بيعمل فتوح بالضبط إن هما الاثنين البكات بيخشوا في قلب الملعب عشان الاثنين هفضت في طريقة الأربعة هما اللي بينزلوا لتحت دول دخلوا في قلب الملعب عشان يشتغلوا من جوة والتنين الأطراف محمد صلاح وتريزيجي يقدروا ياخدوا مساحات ويبقى عندهم شاغلالين في الملعب بشكل كويس وما بنفقد الكرة بيبقى معاكل الباك والهاف يقدروا يقفلوا وجابها وباك والهاف النحية التانية يقفلوا وجابها دي تشتغل بيها بشكل كويس جدا إنما طبعا في مشاكل كتيرة في الحتة بتاعت السرعات وبنتكلم فيها نقطة مهمة جدا لازم نخلي بنا منها لازم النهاردة الناس في حالة إن المنتخب المصري يخش فيه هدف من العمق ده موضوع صعب جدا لازم نقف عند النقطة دي بالأخص هنمشي الصور وحنيجي هوريرك لقطة الهدف التاني هما يخش فينا الهدف هنا الكورة بتاعت تقريبا الجون برضو هنا محمد حمدي لوحده ودي اتنين برضو جايين على واحد وشايف اتنين مهاجمين راحين مع الاتنين التسردباكات والاتنين الدفندرات اللي هو الرقم محمد الناني وحمدي فاتح اللي اتنين راجعين بعد الناس بكتير جدا فالدنيا ماشي الصورة هات الصورة اللي بعدها ودي حاجمة منظمة يعني اللقطة اللي انت شفتها مع محمد هاني في الشوت الاولاني اتقررت عليك هنا في الشوت التاني يبقى كان لازم هنا فيتوريا يبقى واخد باله بشكل كبير جدا والكورة دي بتتلعب وشفنا منظر التين فرودة وهم رايحين هنا محمد عبنان ارى اللعبة متمركزة عشان يمسك الراجل بشكل كويس ان انت لعبت على ان انت بتقرى اللعبة شكلها ايه في عدتك وبقى الراجل هنا بيطلع عشان يجيب الهدف بشكل مرتاح جدا ارجع ارجع في اللقطة دي ارجع ارجع بص هنا التمركز بتاع الشيناوي عشان برضو ناخدها في اللقطة التمركز بتاع الشيناوي هنا والكورة بتعمل الكروس تمركز سليم 100% 100% والشيناوي من الكورات دي بتاعته وعايز اقول حاجة تبقى حتى لاخواتي المدربين الصغيرين طالما الكورة جاية من ناحية اليمين وما عددش نقطة البلانتي يبقى لازم يعني في لغة التدريب خط النص الطولي لازم تخش الكورة في نفس الاتجاه اللي جاي منه الكورة لان ده مرقى الثقة لللعب لان الراجل رايح يلعب بقوة هو جاي مندفع للامام فده مرقى الثقة لللعب فالشيناوي قريد دي كويس بس الشيناوي هنا بدل ما يزق من التكوف ويزق من مكانه عشان ياخد بقى دي الشمال والكورة وتطلع برا خد الخطوتين اللي انت هتشوفهم دلوقتي خدهم الورا فما جاي يلمس الكورة بص بقى رجل الشيناوي فين كعبوا على خط الجول اما جاي يلمس الكورة ماشي الكورة تاني معاك اللقطة دي وهو بياخد الطراي بقت لمس الكورة وهي بقت فين جوه الشبكة فده بقت المشكلة والخطأ للناس ما شفتهوش مقدرتش تشوفه بشكل كويس يعني محمد الشيناوي تقصد بتقول انه كان واقف كويس في الاول تمركزه كان سليم 100% في الاول انما اخطأ في التحرقات الخطوتين اللي خدهم الورا ودي هنا هتقول لي علامة استفهام انا كعسامة كراجل مرنت الشيناوي في بداياته فهو في طلاع الجيش ومرنت الشيناوي وهو معايا في الاولمبيات الشيناوي اما بيكون جاهز بنسبة 100% فنيا وبدنيا وخلي بالك من المعنى اللي انا بيقوله كويس اوي لو جاهز فنيا وبدنيا الحاجات دي بتاعته وبيتقلق فيها بشكل كبير جدا اه يعني توصد تقول لي انه كده الشيناوي مش جاهز فنيا وبدنيا في المال ممكن ممكن ما يكونش كان سليم اوي بعد الاصابة اللي جات منها وما تعافها من الاصابة ما خدش وقته ان يجهز فني حاجة من اللي التين دول لان القرات دي من القرات اللي بيتميز فيها محمد الشيناوي بشكل كبير جدا توصد ان هي كرة صعبة موجودة في افريقيا وحارس مصنف في افريقيا لا طبعا ده محمد الشيناوي لازم الحاجات دي بتاعته عظيم